إنه اليوم الرابع من معرض أدسو العراق يوم ختام المعرض الذي شاركت به 52 شركة متخصصة بالجوانب الأمنية والعسكرية خطوة في مسار التبادل التكنولوجي مع الشركات العالمية بدأت تقطف ثمارها بحسب اللجنة المنظمة طابع المعرض الرئيسي هو أمن سوبراني نقل المعلومات والتكنولوجيا العالمية الهدف منه هو نقل التكنولوجيا العالمية لفسح المجال لأكثر عدد من القيادات الأمنية وصلوا وتطلع على هذه التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه العالم حدث حثة مفاوضات وحثة تطلع على هذه التكنولوجيا من عدة جهات مثل ما نقول لك أنه هو أمن سوبراني أغلب الاجتماعات وأغلب الأمور التي تحدث سرية لسرية المعلومات الليبي المعرض فتح الباب أمام جذب الشركات العالمية نحو بغداد لرفض الدولة وقطاعاتها بأحدث النظم والأدوات لحماية البنى التحتية الرقمية فرصة ولدت انطباعا إيجابيا عند الشركات المشاركة في المعرض نحن شركة بروغريس المخولة من قبل والمجازة من قبل الحكومة الأوكرانية نحن مختصين بالصناعات العسكرية والمعدات العسكرية والحربية والأسلحة ورأينا في هذا المعرض كان شرف لنا المشاركة فيه نحن شركة تشيكية مختصة بمجال كشف المتفجرات وكشف الدرون الصغير ومختصة بصناعة كل أجهزة الإسكانارات لكشف المتفجرات والمخدرات من الأشخاص إلى العربات إلى الترك الكبير أدسو العراق مرحلة جديدة في مجال تعزيز القدرات الأمنية الفنية للقوات المسلحة بمختلف صنوفها مرحلة قد تليها مراحل أخرى ضمن حقلي الأمن السبراني ومكافحة الإرهاب من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير